لما عدد من عقود وزارة الكهرباء تظاهرة سلمية وسط بغداد للمطالبة بدفع مستحقاتهم المالية وقال مرسل رشيد ان المئات من موظفي الوجور اليومية والعقود تجمعوا امام مقر وزارة الكهرباء وسط بغداد مطالبين الجهات المعنية باطلاق رواتبهم ومستحقاتهم المالية سيمة وانا تعينهم في الوزارة منذ اكثر من سبعة اشهر نحن وجور عقود وزارة الكهرباء تم تعيننا تقريبا ما صارنا 8 شهر من تعيننا بدون ما نستلم اي مستحقات تعيننا اصولي اوامر وزارية اوامر ادارية تعيننا قرار صادر من رأس الوزارة قرار 315 فالرواتب الجهور والعقود الى الان بهم يطلمون ثمانية اشهر وسبعة اشهر وانا لم نرى اي وجود للرواتب فنطالب بالرواتب وتخصيص رواتب وتضمين وتضمين رواتب نظم الميزانية 2020 احنا تسعين الف واحد صارنا كناس 8 شهر ما مستلم راتب وكناس 5 شهر و 6 شهر احنا نطالب اجراءات معينة اول شيء الغاء سلم الرواتب الجديد اللي هو ما يرضى يعني ما يكثل مصرف اي طفل هسة اللي 380 الف كبكالوريوس اما اللي ما عنده شهادة ويستلم لـ 200 الف دينار هذا وانوديه نخي العزيز احنا بهاي المرحلة الحرجة بهاي المرحلة الحرجة المناوبين الجدد اثبتوا وجودهم احنا بضمن الحضر لاعدنا باجات لاعدنا تصاريح لاعدنا رواتب حضرنا للمحطات وصلنا كهرباء ما تذمرنا من شغل ما تذمرنا من عمل زين هذي جزاها شيو جزاها انو احنا صارنا ثمان تشير بدون راتب ضمان حقوقنا بموازنة 2020 التشغيلية مو الاستثمارية التشغيلية التشغيلية انا مجيصر اعجكم علم هاي وحدة ثاني شي اطلاق راتبنا احنا صارنا ثمان او تسع تشير ما لعدنا راتب والعالم حالتهم كل اشتعبانة وديدارمون ومتحملين الصعاب كلها وديدارمون ورغم هذا احنا مقالين شي